أحدث موقف رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس بجلس الأمة مرزوق الغانم في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد في العاصمة العراقية بغداد والذي تصدى فيه لتصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني حول المملكة العربية السعودية قال فيه إذا كانت المملكة غير موجودة في هذا الاجتماع فأنا شخصيا والوفد الكويتي نمثل المملكة العربية السعودية أحدث ضجة عكستها عنوين الصحف والتلفزة العربية والعالمية فلم يكن واسم شكرا مرزوق الغانم الذي أنشأه رواد موقع التواصل الاجتماع تويتر والذي كان من أكثر الهاشتاغات نشاطا معبرين فيه عن امتنانهم وشكرهم لموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي هو الصدى الوحيد الذي لقاه موقف الغانم بل ركزت وسائل الإعلام العربية والعالمية على الموقف وصدرته عنوينها الرئيسية باعتباره تضامنا وتأييدا للمواقف السعودية وتأكيدا على وضوح الموقف الكويتي تجاه الرفض القاطع للتدخل في شؤون المملكة الداخلية وأن الردود لا تقتصر على الأقوال فقط الغانم الذي أكد أن اجتماع المجالس الإسلامية يتم لتوثيق عرى التعاون والتعاضد والتقريب بين وجهات النظر أوضح موقفه انسجاما مع التوجهات السامية بدعم المملكة كونها عمقا استراتيجيا للكويت كما أكد أن الجسد الخليجي واحد لا يتجزأ لا سيما في المواقف الحاسمة